دعا رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إلى اعتبار الكذب السياسي جريمة مخلة بالشرف العبادي وفي كلمة له في المؤتمر الذي أقامته وزارة الشباب ورياضة هذا اليوم الخميس بمناسبة يوم الشباب العالمي قال إن حملات التشويه التي يشنها البعض تهدف إلى خلط الأوراق مضيفا أن أعلى الأصوات التي تدعي محاربة الفساد هي الأكثر فسادا الأصوات في مهاجمة الفساد هو أكثرهم فسادا لأن لا يعمل شيء بل يريد يخلط الأوراق يتهم المذنب وهي البريء يخلط الأوراق حتى يضيعها حتى يضيعها الناس حتى تكون التهمة للجميع ما معقول لكل فازين معقول؟ معقول يتحدثون علينا الآخر أن العراقيين كلهم فازين؟ لا حاشا حاشا العراقيين يكونوا كلهم فازين قطعا هناك شون دي يمشي البلد شون دي نحقق انتصارات رغم هذه الهجمة الشرسة كيف نستمر؟ قطعا هناك مخلصين يمضحين يضحون بأنفسهم بأوقاتهم بجهودهم بأموالهم بكل ما يملكون من جهة الدفاع عن العراق ولهذا ننجح ولهذا نستمر ولهذا أدعو أن يكون الكذب السياسي جريمة مخلة بالشرف وهي تذلك ترجمة نانسي قنقر